كمال عن نقطة مهمة جدا فكرة ان الزكرة مباراة القرن وفوز الاهلي على الزمالك في نهاية 2020 بهدف القضية لمحمد مجد أفشا النهاردة 27 نوفمبر النهاردة الزكرة التاريخية الرابعة 4 سنين جريوا بسرعة وعلى فكرة القصة مش في مسألة تحفيل تاريخ الاهلي كبير هو الاهلي ما عندهش بطلطين ولا بطول عشان يحفل على بطولة فرحان بيها وبيكلم عليها لا 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 الموضوع عمق من كده والفكرة في هدف القضية قضية على حاجات كتيرة كانت بتمس النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي دا المعنى دا المغزى فكرة القضية كانت قضية لكل واحد أساء وتحدث بالسلب عن رموز الاهلي ورئيس الاهلي ومنظومة الاهلي ولعب وجهاز الفني لنادي الآلي وجمهور الآلي كذلك ليه؟ على قد التعب وقدر التعب والظروف اللي انت عشتها عشان توصل لنهاء القرن عشرين عشرين مع نادي الزمالك على قد ما النتيجة والمجهود اللي انت حققته ربنا كان بيكرمك بالبطولة دي قوعوا الناس تفتكر ان الفوز بالبطولات نتيجة الجهد في الملعب بس لا الكرة مش ملعب 11 وصد 11 فيه تفاصيل وفيه كواليس وفيه شغل كتير برا الملعب نيتك شغلك اجتهادك بتفكر في نفسك ما بتشغلش نفسك بغيرك عايز تسعد جمهورك دي عوامل كتيرة كانت بتساهم بنسبة كبيرا الاه ليكسب البطولة مش الملعب بس هو فيه ظرف صعبة اكتر من فكرة ان المدير الفني اللي ماشي طوال مشورة البطولة بحقق انجاز كبير جدا يمشي قبل الماتش بتعسيم فاينال مع الوداد بخمستاشر يوم او عشر ايام اي سيناريو ده اي تحدي ده عشان تيجي في وقتها تختار مدرب ادر في توقيت صعب جدا يأكد اختيارك كان اختيار سليم رغم ان الغالبية العظمى كانت مندهشة كانت مستغربة مدرب افريقيا هيدرب الاهلي ما حصلتش وازاي بس نجحت التجربة ونجحت الفكرة ليه لان الناس بتفكر بهدف النادي مش بهدف شخصي بتفكر ازاي تحافظ على المنظومة في التوقيت السليم وفي الاختيار الصحيح عشان كده نجحت انك تكسب هذا اللقاء كمان في حاجة تانية لقب القضي ليه كان ليه ذكرى خاصة عند جمهوري النادي الاهلي ويفضل ذكرى الخمسين سنة ومئة سنة قدام مش فكرة انك كسبت طولة افريقيا بعد سبع سنوات عجاف من 2013 ل2020 ما بتكسبش لا 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 فيه ناس كانت بتراهن على التاريخ فيه ناس كانت بتراهن الاهلي على لقب نادي القرن عشان كده سموا المباراة دي مباراة القرن وعلى فكرة كمان في المسابقات القرية ما بتتقررش كتير فكرة ان ناديين من بلد واحدة يلعبوا نهائي مصابقة قرية لما بتتحقق المباراة دي او لما بتحصل المباراة دي وظروفها بتهيئك انك تلعب مباراة مع الغريم التقليدي سواء في افريقيا او في اسيا او حتى في اوروبا او في الكوبا لبرتادورس يعني او الكونكاكاف بتبقى مباراة تاريخية لان انت تلعب مع المنافس التقليدي على بطولة قرية مش على بطولة محلية ما المحل انت كل سنة بتقبله مرتين تلاتة لكن القرية ممكن تحصل كلها دي عشرين سنة تلاتين سنة فالمباراة تحديدا كان بيتراهن فيها على تاريخك انت مش تاريخ المنافس كده كده تاريخ المنافس بعيد عنك بس كان بيتراهن على تاريخك انت والاهل قبل التحدي وكسب البطول عشان كده قضية كان لها محاور ومعاني كتير قضيت على شخصيات كانت بتحاول تمس الاهل وجمهور الاهل ورموز الاهل قضيت على فكرة مظلومية نادي القرن قضيت على فكرة ان النادي الاهلي بيكسب بجهده وعرقه في الملعب حيات كتيرة قوي وتاريخ كبير جدا وانتوا اكيد متابعين على مدار الاسبوع في حلقات برنامج الكابتن شوبير حارس الاهلي الزكرة التاريخية على مدار الاسبوع كامل بلقاءات وتصرحات وحوارات مع ابرز النجوم والنهاردة في مفجأة من العيار الثقيل انتظروها وتابعوها على شاشة قناة الاهلي وذكرى القضية ستظل مستمرة وخالدة في ازهام كل الاجيال